خلونا ننتقل لخبر آخر أيضا نيافة الأنبى أرمية يشارك في المؤتمر السنوي الأول حول جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الأعاقة والحقيقة إن ده أمر برضو جيد جدا التعامل اللي الدولة بتتعامله مع الأشخاص يعني بنقول عليهم أصحاب الهمم أو بنقول عليهم القادرون باختلاف على إنهم طاقات يجب الاستثمار فيها وفي نتائج لهذا الاستثمار افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذي تنظم الوزارة حول جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستمر على مدار يومين بمقر وزارة التضامن الاجتماعي شهد المؤتمر نيافة الأنبى أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب والدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضاء مجلس النواب ودكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعدد من المؤسسات الدينية ونخبة من الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا الإعاقة أشهدت الدكتورة نيفين القباج بدور المركز الثقافي القبطي الذي كان له دور كبير في دعم ذوي الإعاقات وأن فكرة مؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة بدأت منذ الفترة الأخيرة من 2020 وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا لفتة إلى أن الاستثمار في ذوي الإعاقة ينتج عنه الكثير من العوامل التنموية قالت وزير التضامن أن قضية الإعاقة هي قضية اقتصادية وليست فقط أسرية أو اجتماعية وده حقيقي فعلا حيث يستفيد الفرد ذوي الإعاقة من فرص التوظيف المتوفرة وتستفيد الدولة بين قدراته وتقاطه ليشارك في دفع عجلة الإنتاج وفي المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية وأخيرا يشعر المواطن القادر باختلاف أنه بيعامل على أنه مواطن له طاقة وأن الدولة لما بتشغاله مش بتشغاله إحسان ولا بتشغاله علشان خاطر يعني أهو بدل ما هو قاعد لا تشغاله لأنه هو طاقة ولأنه عنده إمكانيات والحقيقة أنه فعلا كلهم بيبقى عندهم إمكانيات وطاقات مختلفة